ليست المرة الأولى التي يعلن فيها تنظيم ولاية سيناء أو أنصار بيت المقدس سابقاً مسؤوليته عن سقوط عشرات الجنود ورجال الأمن المصريين ما بين قتيل وجريح. لكنها المرة الأولى التي يتكبد فيها التنظيم خسارة بهذا الحجم في صفوف مسلحيه حيث قتل أكثر من مئة منهم من بينهم قياديون. عرف التنظيم سابقاً باسم أنصار بيت المقدس قبل إعلان ولائه لتنظيم الدولة نهاية العام الماضي. وتشير التقارير إلى أن التنظيم تشكل العام 2011 بعد التحاق مسلحين فلسطينيين بجماعة التوحيد والشهاد في سيناء. أعلن في البداية أنه يحارب إسرائيل حيث استهدف الأنابيب التي تزودها بالغاز في سيناء. لكنه بعد سقوط نظام الإخوان أعلن أن عدوه هو الجيش المصري وقوات الأمن. وهكذا أعلن بعد الثلاثين من يونيو 2013 مسؤوليته عن العديد من العمليات من أبرزها. تفجير مديرية أمن الدقهلية الذي سقط على إثره العشرات من الجرحى والقتلة. محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري في سبتمبر العام 2013. وفي أكتوبر من نفس العام تبنى تنظيم عملية تفجير مبنى المخابرات العسكرية في الإسماعيلية. كما أعلن ولاية سيناء مسؤوليته عن مقتل نحو ثلاثين جندياً فيما عرف بمذبحة رفح الثانية. فيما قتل أكثر من ثلاثين جندياً وضبطاً في هجوم للتنظيم على نقطة تفتيش بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء في أكتوبر من العام الماضي. ويرى مراقبون أن التنظيم يسعى لمحاولة تجنيد بدوي سيناء إضافة إلى استقطاب أصحاب الفكر المتشدد من عدة مناطق في مصر.